المواقف والتصريحات إتاحة النظام إسقاط النظام حل المجلس الوطني التأسيسي المطالب هذه فيها المطالب شيء قديم نسمعناه ونسمعوه بتكرار منذ شهور لكن اللي ربما يخلينا اليوم نشعر بقلق أشد هو أن عدد من المسؤولين اللي معروفين على الساحة السياسية باتزانهم بوسطيتهم بحبهم لتونس واستقرار تونس بسعيهم لإنجاح المرحلة الانتقالية اللي يعرف كل الناس كل متابعين للأحداث كل المطالعين على التجارب منتع بلدان أخرى مثيلة مرت بنفسها المراحل هذه قداشها المرحلة هذه فيها صعوبات قداشها المرحلة دقيقة قداش فيها مشاكل قداش فيها تجاذبات سياسية يعني المسؤولين هذوما عندما يعبروا على مواقف متشددة يزم الإنسان يحلو ذنيه ويسمحهم بالطبع فما جانب من المواقف هذه ومن الحدة مرتبط بالصدمة ما زلنا لكلنا تحت صدمة هالفاجعة هذه اللي خلخلتنا لكن في نفس الوقت ينزمنا صوت العقل يرجع ونشوفه الأمور بكل موضوعية اليوم ما ثم حتى داعي لمثل هالدعوات هذه المجلس الوطني التأسيسي المؤسة مؤسة انتخبها الشعب مؤسة شارك فيها عديد من النواب الشعب باش يقدموا أشغالها وضحاوا بالوقت متاحهم العمل هذي الكل عام ونصف كيفاش ناس اليوم تنادي بحل المجلس يعني هما باش يلقيوا يعني في سلة المهملات عمل جبار قاموا وساهموا به بكل حزم وبكل جدية ثم ما هو البديل ما نلقاش جواب على هذا البديل والغريب وأن نفس الأصوات ترتفع للتسريع بالمرحلة الانتقالية التسريع بالانجازات احنا اليوم وهذا مؤكد ويعرف الخاص العام واللي تابع فينا على المباشر في جلساتنا العامة وفي أعمال اللي جاننا يعرف وأن يعني حقيقة قربنا من الهدف الدستور تم النقاش العام فيه أبقى بعض قضايا خلافية قاعدين نتجاوز فيها والجلسات الأولى متاع لجنة التوافقات يعني قدمت بخطاة ثابتة وتبعث حقيقة على التفاؤل مسألة ما عادش تفوت الأسبوع باش نوصلوا إلى التوافقات وندخلوا لمناقشة الدستور فصل فصل ونجم هذا يقع بسرعة فايقة ومايفوتش شهر قوت باش نصادق على الدستور إن شاء الله بأغلبية واسعة أنا عندما قاعد نخمم كيفاش نهار الاثنين وفي الجلسات العامة القادمة البقعة متاع الله يرحمه محمد البراهمي تبدأ فارغة ما نجمش نقبل وأنا رئيس كل النواب نقبل باش عشرات من النواب يخليهم المقاعد متاحهم فارغة فارغة هذا شيء سعيب علي باش نقبل ومن من هذه الدقيقة أطلق نداء لكل هؤلاء الذين لوحوا لوحوا ب ربما عدم المشاركة في أشغال المجلس في تجميد عضويتهم أدعوهم إلى الرجوع لأن الشعب كلفهم بمهمة مزالوا ما كملوهاش وساهل ياسر باش يكملوها في الوقت القريب القادم في الأيام القادمة وفي أقصى تقدير في الأشهر القادمة الدستور النجم صادق عليه في شهر رؤود القانون الانتخابي النجم صادق عليه في شهر سبتمبر النجم في 23 أكتوبر ونكونوا كمننا كل أشغالنا وكمنا المهام متاعنا اللي كلفنا بها الشعب ونكونوا عند حسن عند ثقة متاعه وعند الثقة والوفاء للشهداء الأبرار اللي ماتوا من أجل أن تعيش تونس الحرية اللي اليوم تعيشها إلى جانب إلى جانب ذلك فما قضايا لا بد من طرحها هي مثلا مسألة العدالة الانتقالية يعني أنا دائما نفكر في المصالحة الوطنية وتحدثت عليها يعني منذ أمد طويل أعتبر وأن اليوم البلاد وفي أكثر من أي وقت مضى هي في حاجة إلى مصالحة وطنية لكن حتى إذا كان فما ناس يعني قاموا بأشياء اللي تعاب عليهم ولا تحتاج إلى عقاب لابد أن يمر ذلك عبر القانون في دولة القانون اللي نظلنا عشرات سنين من أجل إرساها هذه دعوة لكل القيادات السياسية للتعقل نعرف وأن الأغلبية الساحقة الهم الوحيد متاحهم هو خدمة تونس وأنا متأكد وأن هندا هذيا بشلقة صداء لأن ما سماش أعلاش اليوم نلقيه المنديل ونقعد نستناه في حل اللي هو بده ماهوش واضح يعني هو فتح باب للمجهول هذيا نتصور وأن القيادات الوطنية اللي تحب تونس عمرها ولا تقبل باش تلقي بتونس العزيزة في المجهول مائدة الحوار أنا متأكد وأن مائدة الحوار هي موجودة وأن القيادات السياسية سواء كان في رئاسة الجمهورية أو في الحكومة أو من خلال مبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطني وفي طليعتهم الاتحاد العام التونسي للشغل كل هذه المؤسسات والمنظمات تغير على تونس وأنا اليوم أدعو أن يفتح باب الحوار وأن لا يتخلف أحد عن هذا الحوار ما تخليوش كريسيكم فارغة كل شيء ممكن كل شيء ممكن سمعنا المقترحات أما يلزمنا نفكروا في المقترحات اللي هي تمشي من تحوير وزاري إلى حكومة وحدة وطنية كل هذه القضايا ممكن أن تطرح في جو من التسامح من الاستماع الغير الاحترام الرأي المخالف لكن التفكير أولا وآخرا في ربح الوقت يعني كل حل يلزم نشوفه فين بشي هزنا وفين بشي وصلنا وفي أي وقت يوصلنا الشعب التونسي فد وعياء من الانتظار اليوم عنا مئة متر الأخيرة باش نخطيوها نسرعو فيها ما ثم حتى داعي باش إنسان يتخلف على هالمرحلة هذه الأخيرة اللي هي حقيقة سنعتز بها لأنها باش تحقق نجاح أول تجربة والتجربة الوعدة بالنسبة لكل التجارب بتاع الربيع العربي التجربة الوحيدة اللي هي عندها حظوظ وافرة للنجاح باش تبين وأن هالبلدان العربية الإسلامية ما هيش بلدان متخلفة وأنها يمكن تحقق الديمقراطية وتحقق النظام وتحترم الأمن وتحترم القانون وترسي لدولة القانون هذي كله اليوم في دينا من فلتوش هالفرصة التاريخية مرة أخرى أنا أنادي كل الأطراف سواء كان على مستوى السلطة التنفيذية وأنا مقتنع بذلك الاستعدادات توافرة لكن كذلك منظمات المجتمع المدني ونعرف الدور اللي نجم يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل اللي قدم تضحيات منذ نشأته ومنذ تأسيسه في سبيل تونس واليوم هو مدعو باشي يهز وذن القفة مع كل الإرادات التونسية الوطنية اللي تحب تونس وتعزها أنا متأكد وأن الأيام القادمة ولا ربما الساعات القادمة ستأتي بأخبار يعني سارة نعرف أنه فما استعداد وإذا كان ماهوش موجود أنا متأكد منه والنادي به لابد للحكومة من اتخاذ إجراءات سريعة لطمأنة الرأي العام والاستجابة إلى بعض الطلبات اللي هي طلبات مشروعة لأن لابد من إيقاف العنف لابد من التصدي لكل هالمنظمات والرابطات اللي تنادي بالعنف أو تستعمل العنف وتقحمه في العمل السياسي والعمل الاجتماعي يعني هذوما إشارات واضحة هي بجزيد تطمن الشعب التونسي وطمن القيادات السياسية وتأمن اللي هالمرحلة هذه القادمة والإعداد للانتخابات بش يكون في جو من الاتمأنان اللي يخلينا نتأكدو وأن الانتخال الديمقراطي هالمرحلة الصعيبة هذه جاوزناها جاوزناها بنجاح وفي أمان وخلقنا المناخ الضروري لتمأن الشعب التونسي ولتمأن كذلك كل الأطراف اللي تتعامل مع تونس خدمة لمصالحها وإعانة لها ووقوفا إلى جانبها حتى نصل إلى الاستقرار المنشود على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي تحية تونس والعزة لتونس وتونس فوق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة